تمتد شبكة عمليات حزب العمال الكردستاني من كارباغ أرمينيا إلى جبال قنديل الكردستانية مرورا بنينوى ووصولا إلى بغداد في هذه الخارطة المعقدة تتحول سينجار الموصوفة ببرلين العراق إلى مركز عمليات لهذا الحزب الموضوع على لائحة الإرهاب الأميركية والمعروف بعلاقاته الملتبسة مع الأحزاب الكردية في المنطقة المشكلة ليست في سينجار تقول مصادر خاصة ليو تيفي إنما في كون غرب نينوى حلقة وصل بثلاثة اتجاهات تتصارع فيها خمس قوى مسلحة من جهة تركيا تريد أنقرة إبعاد العمال الكردستاني نحو المنطقة الآمنة باتجاه سوريا ثم جهة كوباني والثالث الممتد من سهل نينوى مرورا بتلعفر ثم بشمال سينجار على الطريق الدولي ووصولا إلى سوريا وفي إثر اشتداد الصراع هناك وقعت حكومتاء المركز والإقليم قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاق سينجار الرامي إلى إخراج جميع القوات غير النظامية ومنها العمال الكردستاني وإدارتها بالاشتراك مع البيشمرق والشرطة الاتحادية لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ ليمتد الصراع من أعلى الجبل إلى السفوح والوديان ويبلغ التنافس أقصاه بين القوى الخمس وأبرزها البيكيكي وليبش ذراعها الأيمن ووحدات حماية سينجار الأيزيدي التي تعكس انقسام المجتمع الأيزيدي بين حلفاء طهران وخصومهم بالمقابل وفي ظل التصعيد بين قوى الصراع والانقسام الأيزيدي يطل داعش بين فترة وأخرى لتنفيذ عمليات نوعية بين سوريا والعراق ويشير تقرير للأمم المتحدة إلا أن التنظيم يمتلك احتياطا نقديا بمئة مليون دولار وتحالفات عابرة للحدود تمكنه من العمل في سينجار بقوة وبالتالي فإن الصراع اقتصادي سياسي يتخادم فيه حزب العمال وفصائل تقول واشنطن إنها موالية لإيران تمهيدا للطريق التجاري بين دمشق وطهران فيما تريد أنقرة إبعاد الصراع عن حدودها مع العراق لتأمين المنطقة